أميلي أمر والكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان زي ما قلنا لكم فيه تغطية حصرية ومميازة النهاردة في كل مكان هنجوب جميع أرجاء محيط بورج العرب من الداخل من الخارم ومقاطب الزوار موصولة رئيسية الموصولة الأمامية ويسعدني في هذه اللحظة أن يكون معايا حد مهم جدا نهاردة ومسؤون لازم يكون له لقاء معنا ولازم يكون له ظهور على قناة النادي الأهلي نهاردة يضعنا في الصورة عشان تأمين المباراة وعن تنظيم المباراة نهاردة سيادة اللواء محمد الشنهادي نائب رئيس شركة فالكون للأمن والعضوة المنتقدة أهلا بك سيادة اللواء على الشركة النادي أهلا بك نحن اللي تشرفنا بلقاء حضرتك وبيسعدنا أن نكون مسؤولين عن تأمين مباراة أتلتكو مدريد والأهلي وطبعا في مهرجان السلام ومحاربة الإرهاب وطبعا لحدث علاما لفريق أتلتكو وطالت الفرقة الأسبانية شهرة وكان سبق أن نلعب هنا قبل كده وإحنا كنا برضو مسؤولين عن استقباله عن تأمينه خلال 2011 إن شاء الله النهاردة سيكون حدث أو مهرجان كبير وإحنا اتخذنا كل الإجراءات اللي هي من أجل تأمينه تأمين الفريق واستقباله سواء من المطار والوصول للفندو وتأمينه في الفندو في الدوار وتأمين المباراة إحنا مسؤولين هنا في تأمين عن البوابات الخارجية اللي هي السيبال للناس وحرسين على إن إحنا بنقوم بتفتيش الناس والحمد لله ناس اللي جاية كلها جاية تستمتع فنفيش حد مخالف كتير إنما إحنا بنحرس على إن إحنا نمنع بقى الحاجات الممنوعة الشماريخ أو أي حاجة اللي هي ممكن تعاكر سفو المباراة لإحنا بنحتفل هنا من أجل السلام ودي رسالة للعالم إن مصر أمنة ومصر بخير وإن شاء الله تعدي المباراة بخير أنا عارف طبعاً أن حضرك كنت على رأس المجموعة اللي كانت مسؤولة عن تأمين الفرق منذ وصولها لمنطر برج العرب وحتى تسكنهم في الفندو يعني عايز برضا حضرك تحطينا في الكواليس وشعورهم وانتبعاتهم الأولية عن الأجواء في مصر اليوم دي خصوصاً في ظل هذه الأحداث وبتاعهم ومهرجان هم جايين عارفين أن هم مدعون خلاله مشاركة فيه من أجل السلام ودد الإرهاب كان انتبعاتهم إيه عن مصر وكان إيه الحواراتهم أو إيه تعليقاتهم انتبعاتهم كانت انتبعات جيدة جداً احنا حاسينا أن هم مبسوطين حاسينا أن هم حاسين بالأمان فينا وخصوصاً أن جميع عناصر التأمين كان موجودة إنما مش ظهرة ومغفية بحيث أن هم حاسوا بأن فعلاً متأمنين بدون أي أي مشاكل أو أن فيه ممكن يسبب أي إزعاج وده احنا حاسينا أن هم حاسين بالألفة وبيتحركوا بكل سهولة وحاسين أن هم أكنوا في بلدهم يعني أنا عارف طبعاً الخطة النهاردة محدود بلان وان بلان بي فعايزنا نعرف برضو من حضرتك يعني تفاصيل الدخول والخروج البوابات القصة بتاعت برضو فيه بوابتين تم تخصصهم للطوارئ النهاردة في أي أمور حضرتك برضو ضعنا في الصورة كاملة بحيث برضو جماهيرنا كل اللي جايين الأستاذي بعارفين هم جايين الأستاذ زي إحنا جميع البوابات مفتوحة عادة بوابتين وده اللي مش معمولين استثناء النهاردة هم دايماً بيبقى فيه بوابتين لأي حد صار إنهم موجودين أو تزايد عادة الجمهور فبنترى إنه نفتحهم عشان ندخل الجمهور نمنع التزاحم نمنع التكدس نمنع إنه ممكن يحصل أي مشاكل في أثناء دخول الناس وده للتسهيل إلى جانب برضو في حالة إخلاق الملعب لقدر الله لو فيه أي مشاكل برضو يبقى فيه بوابات مجهزة لكده إنما الحمد لله جميع البوابات مفتوحة عادة بوابتين بس اللي هي أربعة وتسعة دول اللي هم موجودين وجهزين متأمنين برضو جهزين يتفتحوا في أي وقت سواء أثناء الدخول أو أثناء الخروج عشان ما يحصلش التزاحم ودي إنما الخطة محطوطة تبقى لأي مباراة إنما متأمنة كويس والناس حاسة بالأمان والسيولة بحيث إن فيه مجموعة بتيجي من طريق كافوري ومجموعة تانية بتيجي من ناحية التريس كدريا الصحراوي على أساس نخفف ضغط عن المحورين ويحصلش أي تزاحم إنما الدخول على البوابات بسهولة وبيسر والناس كلها ممتسلة لإجراءات التفتيش مش زي أي مطش تاني إنما فيه سهولة وفيه إيجابية من الجمهور يعني ما ينفعش حضراتكم معايا ومسألكش طبعا يعني حضور نهاردة 60 ألف متفارج أو كما أقيلها طبعا تم بيع 45 ألف تسكرة يعني برضو عودة الجماهير وطبعا توقع شركة رائدة في هذا المجال ومختصين في هذا الشأن الملاعب الرياضية يعني أنت بعض حضراتك إيه وإيه اللي ممكن تبشرنا من خلاله من خلال هذه الاحتفالية النهار أنا بتمنى أن الجمهور يرجع تاني لأن الجمهور المصري واعي وعارف إن ده جزء ترفيه كبير اللي هو بيحبه وبيعشق كرة القدم فالجمهور بيعمل على إنه هو يلتزم وأنا شاف إن الالتزام من فترة كبيرة التزام أكتر من أي فترة ماضت فأنا بتمنى أن عودة الجمهور تاني لأن هي دي يعني غزاء الروح لبعض الشعب المصري وإن شاء الله يرجع بخير بإذن الله شكرا لكسات اللي أشرفتنا أنا لمتشكر وأتمنى التوفير للنادي الأهلي وتوفير للرياضة المصرية كلها بالكامل شكرا لكم ده كان لقاءنا مع سيادة اللواء محمد الشنهابي وطبعا وضعنا فيه التفاصيل والصورة عن التأمين وعن الإجراءات الدخول والخروج وحالة التواري اللي قدر الله في أي مشكلة يعني كنا حابين هو يكون معنا يوضح الصورة بنفسه ويحطنا فيه الأجواء مستمري معاكم ما زال لدينا الكثير والكثير من اللقاءات والحصريات على شاشة قناتكم الفضالة وقناة النادي الأهلي ننتظرونا على الكلمة عليكم زملائي في الستوديو